وصل رجال حرص الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة في التصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث تمكنت قوات حرص الحدود بالجيش الثاني الميداني وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير نفقين جديدين على الشريط الحدودي بشمال سيناء وتم ضبط ست عربات محملة بألف وثلاثمائة وثلاثمائة وعشرين قاروسة سجائر مهربة وضبط ثلاثة وخمسين ألف واربعمائة قرص العقارة رامدود المخدر كما تم ضبط عربة ملاكي بداخلها ثلاث عشرة لفافة لنبات البنجو المخدر وبمنطقة معدية سيرابيوم تم ضبط عربتين محملتين بواحد وعشرين لفافة لنبات البنجو المخدر وأربعة قوالب لمادة الأفيون كما تمكنت عناصر حرص الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة البورولوس من ضبط عربة ربع نقل محملة بكمية من أسماك الذريعة تقدر بحوالي ألف وحدة ذريعة كما تم ضبط مائة واربعة وعشرين فردا في محاولة للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة وفي منطقة رشيد تم ضبط مركب للصيد وعليها مائتين وسبعة وستين فردا في محاولة للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة وفي منطقة الإسكندرية تم ضبط أربعة وخمسين فردا في محاولة للهجرة غير الشرعية وضبط فلوكة مزودة بموتور وعليها ثلاثة أفراد مصريين هذا وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية نجحت عناصر حرص الحدود بمنطقة السلوم من ضبط مائة وواحد وعشرين فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية نجحت القوات البحرية بالتنسيق مع عناصر حرص الحدود بمنطقة السلوم من ضبط يخت وعليه أربعة أفراد لبنانيين وبتفتيش اليخت تم العثور على خمسين وتسعين شنطة سوداء متوسطة الحجم بداخلهم الفين ومائة كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر وثمانمائة وخمسة وثمانين قرص العقار الكيتاجون المخدر وحاسب آلي وجهاز للاتصال عبر الأقمار الصناعية وكمية كبيرة من العملات الأجنبية وفي صعيد مصر تمكنت قوات حرص الحدود بمنطقة البويطي من ضبط عربتين تيوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية وأربعة أفراد مصريين ومائة وست وعشرين كرتونة بداخلهم ستة آلاف وثلاثمائة قاروصة سجائر أنواع مختلفة وبمنطقة الواحات تم ضبط عربا لاند كروزر بدون لوحات معدنية محملة بعشرين جوال لجوهر الحشيش المخدر بإجمال خمسمائة كيلو جرام وخزنتين قناصة بهما ستة عشرة طلقة